يعني فزاع يعني دي حاجة بقولها النفسي رهاني مع نفسي على فزاع دايما في حاجة ان انا مش شرط اقول اف ايه اه الاف ايه اللفظي او النكتة ما هياش الاصل الفزاع بالنسبالي الشخصية والكاركتر الامساج بالكاركتر نفسه طول الوقت اي كلمة هتطلع منه هتبقى ظريفة ان هو يقول تيلف فشان يعني ان هو في مود ان بيطلب الكاركتر زي ما انت قلت من شوية قلت كل ما بشوف شخصية بعملها بلاقي نفسي الواحدة بتكلم زي تقدر دلوقتي تعمل برضو فزاع اه ما هو طلع انا بقى يعني ما يقول ايه من جنابك تيلف فشان يعني هو سيراي يعني بلاقي اللهجة الصعيدي هي الواحدة او لبستني والشخصية في حالة هو فزاع دلوقتي في ايه في سمارت هوم وبقى غني ومعايا فلوس مش عارف ايه فبابدأ اروح في الحالة من الشرط ادور على اف لفظي يعيش مع الناس قدما الشخصية طب انت بشوف ازاي الكاركتر ده تطور معك من الجزء الاول لجزء السادس والله الحقيقة انا يعني وانت طورته ازاي انا طورته ازاي اه اقول لحضرتك انا قلت الزمن عدى لازم الناس تلاقي فرق يعني ما يحسوش انه فزاع هو هو بدأت على فكرة ان انا خاصة ان انا مريت بتطورات يعني اتجوز تم الكبير بعدين طلقتها وبعدين الكبير ما بقاش سمنت اه بقى فيه مساحة من عدم الود الحقيقي قد ما هو بقى فيه ان انا باعتبره زي ايه اخ اكبر او ان هو ايه الاب الروحي للحياة لكن انا عارف ان هو جوا حاجة برضو لحظة الام دي مدايقا يعني ده اللي بنته جوايا وعده سنين بقى على فزاع فبقيت دايما بحاول ايه ارضيه على قد المستطاع بس برضو الان لا يخضر يعني في لحظة ان هو جوا لسا حتة ده دي العلاقة بين فزاع والكبير حسن الناس تفها من العلاقة بينه وبنحبت نك في تلقي دي لقى تسعات غريب شوية يكتبوه منشطة ولا حاجة لا بين فزاع نفسه والكبير دي شخصيات بنمثلها يعني ففكرة انه بين فزاع والكبير بقى في حالة كده انا اللي بنيها انه لا لا حسن يقلب علي فجأة ده ايه ليه صبقت حاجات معايا وبعدين قلت ده بالزمن حد عليه برضو فزاع اكيد ايه جانوا شوية امراض برضو ايه من الزمن عادي كبر يعني سنا فبدا تحطونه حاجات امراض برضو اللي ايه لفظها دمه خفيف يعني حسن ازرعها في اي وقت مثلا ما جيت قلت مثلا لكبير احنا في سكويد جيم او حلقات اللي هي لعبة الصبيت دي قلت له معلاش يا كبير اصلي عندي وطر اكيليس ما اقدرش لعب معاكم اللعبة دي يعني دي هو مرض حقيقي يعني بيجي اللعبة الكهرة بس اللفظ نفسه من فزاع يدحت وبرضو قلت له قال لي قعد استجماتيزم قلت للدكتور ربيعي نفسه اعملوا اللازك يعني اللي هو بنيت جوايا حاجات بقت فزاع وقت اللزوم بستخدمها تاريخ بقى بكتبه وكان مسموح من فريق العمل ان انت توضيف ده للشخصية ده كان مسموح اكتر من كده بكتير بس انا الحقيقة انا من نوع المتحفز شوية على فكرة النص احب التزم بالنص قدر المستطاع واضيف في اطار الاستاذ احمد الجن دي بيطلبه يعني او حسب ما تجلت تتجاوز بس قالت ان انت ما كنتش تقدر ترتجل ودلوقتي بتقدر ترتجل لا انا كنت برتجل اصلا طول الوقت في اي شغل بس بالطلب يعني اذا كان الاستاذ المخرج عايز اه فورا يعني وداياتك كانت معلن الرملي لازم الالتزام الالتزام بالنص وزيلي الرملي عمل اللي هو في الحركة دي لانه انا بدين له بالفضل ان انا النص مقدس وكان دايما الله يرحم ويحسن اليه يقول لنا كلمة وا انا كتبها يعني انت تشلت وا وانا بقول لك اي سانية انا جيت انا واخويا انا جيت مع اخويا وانبساطنا اقول لك تبتقول معا ليه اقول وا لازم تقول وا انا كتب وا لو انا شايف انه معا تمشي لا ما كنت كتبت معا انا عايز وا فبقى عندي قدسية للنص مرعبة فعلا النص له النص الجيد طبعا له رنة موسيقية يعني ما تسمعيه حضرتك تحس ان هو زي الشعر او زي المترتب كده على ودنك مريح فتعودت على الحركة دي من استاذ دين الرملي فعلا ان قدسية النص اساس وانت الجملة بوزن موسيقى ليها افلة يعني زي بدأ بمذهب كده وكبليه وافل بالبتاع الارتجال المبالغ فيه او الرطرطة في الكلام بتبقى سعاد ضد الممثل انك سعاد بتقولي كل المعاني اللي عندك في الدنيا او بتخلصي كل الافهات اللي انت عايزها في عمل دي مهمة ده مش طبيعي فبشتغل على فكرة ان انا طبعا اتمرنت مع اساس خالق جلال بقى سنتين في مركز الابداع الفني طبعا اهوة سيدة طالح حد ما طلعنا اهوة سيدة عملت ازاي اقلف وكتب مشهد بمشاركة زملائي انت تقول وانا اقول ففجئنا انا استاذ احمد ميكي استاذ احمد الجندي بيحبوا هذه اللعبة يعني بيلعبوا فكرة اللي هو معانا نص طبعا بس انا بفكر اقول كذا فلازم يكون في رد فعلي من الممثل اللي قدامه فزي بالطلب بقى استاذ احمد ميكي يناوي ابني افه طيب في الجزء السادس انت قلت انك اضفت لشخصية فزاعة اي لانه فيه سنين طويلة وهو خايف من غدر الكبير به يعني بعد الاحداث الكتير اه اه لما تجوز والدته وامراض وبقى عنده فلسفة اكتر ايوه بقى يقول حاجات فيها فلسفة شوية حتى نصح الولد اللي هو كان بيلعبه الزميل الصديق اس اس ما كان عمل ليناردي كابريل قال له اه دي حاجة من عندي خالص يعني هو حتى استاذ احمد الجندي قال لي دينه نصيحة برضو بس تسخنه اكتر يعني النصيحة تكون ضد الحدث يعني فقلت له خبر هنري التامن جال شكسبير جالي في هنري التامن طبعا ده كله ده من خيال فزاعي وهو لا فيه كده اصلا قال له الخلاجها يا ابني ما خلاجش غيرها يعني اخو قال له لما هملته حبيبته حكاية خرافية هو الخلاجة اللي هو ايه بقى عنده فلسفة وثقافة قلت في كذا حاجة كذا موضوع يعني اللي هو بقى ايه عنده ثقافات بس كلها فاتي ايه مع الفاتي ما خلينا نشوفه كمان يفضل يا فاتي الفاتي ده ما خلاص عاد يا كرم بيكفياك شرب خربط صحتك انت به لمستقبلك البس خلاجاتك وبروكتك وقوم خش المهرجان بعدين ما خلاص انت خامر انت راجل فنان شكسبير قال يا فهنري الثامن لما البطل هملته حبيبته وادعمه قال له يا وادعمي هو يعني اللي خلاجها ما خلاجش غيرها شكسبير قال خلاجها ما خلاجش غيرها اه بو يا وادعمي صحتك عاد ما خلاص راحت لحالها بدين يعني كنت عاد تحب بعض كدية اتناشر سنة اتناشر سنة حب وهملتك ايوه للعشرح التمتوني شراجل حرام عليها والله بش يعني لازمان يعني اتجوزت وادعمها ده علشان انت يعني كحيان وهو معهم لديه ايوه بس خلاص خلاص الحمد لله ها ها خلاص راحت لحالها راحت لحالها شكسب لخلاجها ما خلاجش غيرها الحمد لله شدائي الحمد لله انت به انت الحالك يلا البس خلاجاتك طبعا يعني ما يجيش في بالك وانت جاعدك دي عتفكر فيها تجوا بتدخالي يعني صور من نوعية ان هم في الزفة بعدين في الكوشة بعدين يطلع طايلاند شهر العسل يوكلوا بعض الانانساية يعودوا يخلفوا عيال كيف الجمر ويسكنوا في الكونبوند كل دي خيالات اعلانات بس بقى يا عم اللي انت بتقوله ده والله العزيب ببالي وانا صورة ليه فتعت عنها اللي حيات دي ما علاش يا حزين ما علاش حجك عليا بهول عليك ما علاش ما علاش الحمد لله الحمد لله البس خلاجاتك بسي وجو مخش المهرجان انتبه لمستقبلك صحيح لازم انتبه لمستقبلك صحيح هو يعني ودع عمه ده كان وعدك كيف ما بتقولك ده بالبلاي ستيشن ايوة بأ الفور ولا الفايف 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 وما جابهوش ايوة لا جابه بس ده لسمر يا حزين وعدك وخلف معاك انا مش هتداي الكبير قال لي انه هو هيجيب لي البلاي ستيشن ها ها الكبير ها 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 صدقته ايه بش هيجيبه انا الكبير وعوضه كتير وكلمة صح ايه ما دائم قال لك هيجيبه يبقى ما هيجيبهوش ايه يبقى هيجيبهولك بمشية الله بس حتى لو جابهولك تقعد تلعب بيه لحالك كتامي التليفزيون كفي الحزين وصمر ومحمود جاعدين بالبلاي ستيشن بتاعك يلعبوا مع بعض وينفعلوا مع بعض باه مش متجوازين هيلعب مالتي 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 لا مالتي لا ويديني لقتلك يا صمر انت محمود وقف عندك هيجيبهو Ultra اشترك